صباح الخير وفطر سعيد لكل المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث يوم الخميس تمالي أب 2013 وبسترنا نرحب بضيفنا بهالحلقة رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين السيد سيمون أبو فاضل صباح الخير أهلا وسلا فيك السيد سيمون ينعد عليك طبعا ما زالت أبو لا تدور في العنوين نفسها تقريبا سواء على صعيد السياسي أو الأمن قد يكون بعض المواضيع الجديدة على صعيد الأمن عندنا الخرق الإسرائيلي للحدود اللبنانية وللقرار 1701 أول أمس أيضا عندنا موضوع بالسياسي نقطة جديدة تتمحور حول بعض المواقف وهي موقف النائب وريد جملات من موضوع أنه قد يميل إلى دعم تأليف حكومة حيادية أو حكومة تكنقراط إذا ما بقي الوضع يدور في حلقة من الفراغ رح نحكي بأبعاد هذا الموقف كيف يمكن أن يؤثر أو أن يخلط الأوراق على صعيد أزمة الحكومة مختلف المواضيع المطروحة أخيرا على طاولة البحث أبرزة طاولة الحوار موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية بالإضافة إلى كل العنامين الإقنمية التي تؤثر بشكل أو بآخر على الداخل اللبناني براحة فيكم مجيد مشاهدينا بسرنا نرحب مجاددا أيضا بضيفنا رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين السلام عليكم أبو فاضل السلام عليكم مجيد السلام عليكم ونبد أن نبدأ من الوضع الأمني خصوصا التطور الذي تمثل بالخرق الإسرائيلي للحدود اللبنانية في منطقة الجنوب هل برأيك له أبعاد أكثر مما تعاطى معه العدو الإسرائيلي أنه عملية روتينية وما حكي أنه منفجر لغم بهذه الدولية أم أنه فعلا هناك ما يخطط في هذه المرحلة من حيث توقيت هذا الحدث ومكانه العملية أجت بالسياء دولية روتينية لعدو الإسرائيلي بمعنى أنه ممكن عنده معطيات عنده معلومات أنه في حركة عسكرية أو منطقة نائية يعني ممكن يكون فيها سوارية يعني فيها حركة تدخل بسر ما عنده يعني ما عنده السبب أنه يطور الموضوع لأنه هو كان هو خرق الحدود خرق الخط الأسر واجتاز الحدود حتى لو سأطله يعني كان بالنتيجة عملية هو المباشر ماش أنه أجيت من باب أنه تعدي عليه بمفهومه هو أو أنه خرق الأسر وعمل واحد لا هو خرق هون أسر وعمل واحد وأكيد اللي صدرت من مواقفها اعتبرت بالأمس أنه ممكن تكون بداية تصعيد هي كلاسيكية يعني لاستعاب لاستعاب ردة الفعل الطبيعية بإسرائيل من هنا أنا أشوفها محدودة بالزمان والمكان برأيك يعني ليس هناك نواية أو مصلحة حاليا لإسرائيل بتفجير الوضع في جنوب لبنان كل يوم عم ببين بعدة وسائل إعلامية يمكن محطتكم أو غير محطات أو بتقارير إعلامية صحفية أجنبية ومحلية عن تحضيرات دائمة إلى الإسرائيل الجيش الإسرائيلي وبناء تنقل مدن وإجراء تدريبات وعملات عسكرية شابهة بس بنفس الوقت بيكون في أيضا تحليلات تستبعد حصول هذا الأمر بالمرحلة الحالية أنا عم أقول أنه أنا كمرائب ما فيني أبدا أقول إياسا على عدة محطات سابقة يعني من 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 78 حتى قبل أنه ما فيني أسقط من حسابات أنه إسرائيل دائما عندها اعتبارات أو جهزيتها لأقدام على أي عمل كيف تكون النتيجة موضوع آخر بس اليوم أحيانا يتم ربط الموضوع أنه بحسابات إيرانية أنه إسرائيل قد تكون أنه عندها رغبة بضرب المفاعل النووية أو المنشآت العسكرية من النووية بإيران قد تكون أنه مترفقة مع عمل عسكري بلبنان هذا كلام دائما عم ينحكى والتدريبات العسكرية بمنطقة شمال إسرائيل لمواجهة أي عمل عسكري من قبل حزب الله كمان مستمرة يعني ما فيه تراجع بالوتيرة العسكرية الإسرائيلية عن أنه احتمال حلوس عمل بس أنا بقول دائما أنه إسرائيل دائما بجهوزية نعم ولكن اليوم نظرا للأزمة السورية والكلام المتكرر أنه قد يحصل تفجير للمنطقة بيرمتها يعني في ظل التعاطي مع هذه الأزمة وأن هناك أطراف قد تكون لها مصلحة بتوسيع الحرب الإسرائيلية هل بتشوف أنه هذا الحدث ليس له الأبعاد هذا ما أنا قاله عبارة هذا الحديث عنه ولا علاقة له بالمعطيات العامة انطلاقا من أزمة سوريا تحديدا أنه اجتيازه 150 متر أو أكثر 400 متر حسب ما تكير يعني في عدة معطيات أنا بشوف بعدنا أقول أنه مش هذا يعني بداية عمل عسكري يعني إسرائيل إذا بدأ تعمل عمل عسكري أو بدأ تستدق يعني تستفز حزب الله أو تستدرجه نحو عمل عسكري مش هذا يعني ما بيكون حطت حالة جوية حزب الله لأنه يمكن حزب الله اليوم كان بإمكانية هي يعني يخطف العناصر يوقفهم يلقاطهم أسرى يعني أنا بشوفها بعملية روتينية استطلاع بالأراضي لأنه مش مش بداية أنه المواجهة لأنه اليوم إسرائيل بعدنا عم قولها قلت لك عندها رغبة وأمريكا طالبت منها أنه قد تريس إنما هي عندها أجهوزية وعندها رغبة بس ما حصل من يومين يعني هو منه بداية أنه المواجهة لإسرائيل عم بتخاطط لألة نعم رح يكون لنا عودة الوضع الأمني من حيث الداخل يعني ما يتم كشفه من عبوات وعمليات إرهابية تحصل في مناطق مختلفة ولكن فلنتخل إلى الشأن الحكومي مباشرة انطلاقا من كلام النائب جملاط مثل ما أشرنا بالبداية البعض شفي ربما بداية لخلط الأوراق هل ترى أنه كلام النائب جملاط أنه ربما يميل طبعا لم يؤكد هو قال ربما أميل إلى دعم حكومة تكنقراط أو حكومة حيادية أو حكومة أمر واقع إذا استمر الفراغ هل هذا مناورة سياسية للضغط على الفريق الآخر من أجل تسهيل عملية التأليف أم أنه يمكن فعلا أن يمضي قدما في هذا القيار نائب جملاط كان ملتزم مع حزب الله من البداية أنه هو لن يكون بأي تركيبة حكومية بمفهوم حزب الله بتشوفها أنه غير مؤتي أو غير مناسبة بعد عدة أشهر بعد ما شاف الوضع الأمنى أنه متفلط بقر العبد بدارية بعدة مناطق عم بسيفة تفجيرات طرابلس وعنده الهجس الأمنى دائما نائب جملاط بركزها لأنه بيعتبر أنه هذا ممكن يتمدد خاصة في ظل تداعيات الأزم السورية ووجود هذا الكم من النزحين السوريين الموجود بياناتهم محتمل لكون موجود بياناتهم عناصر عندها الإدراء والإمكانية أنه تلجأ لعمليات نوعية من خلال عمل فردي عمل موسع إلى حد ما من هون أنه بدأ يطور موقفه كان رافض بالبداية أنه هو ما بيقبل بأي حكومة إذا ما كان فيها حزب الله ويريدها سياسية بإمتياز اليوم استبق موقفه بدعوة السيد نصر الله أنه لتراجعا لتخروج من سوريا ومن ثم أنه تخلي عن كلامه بما خاصة الإدرس فاعتبر أنه هذا الموضوع أنه تكون مقاومة محصورة بالدفاع على لبنان ما أجلت كلام أنه على قاعد أنه يريد حقائب وزارية من هون انطلق بكلامه بس بتشوفه استكمالا يعني للدعوات للانسحاب من سوريا أنا بشوفه من ضمن برنامج أنه اليوم هو سبق وكلام هلأ بنحكي لرئيس الحريري قبل بس اعتبر النائب جمبلات أنه ما حزب الله أنه حاول هو يتجاوب بيكون إيجابة ويكون مدافع عن حزب الله عم بيشوف هو أنه حزب الله عم بيعتبر أنه منه بحاجة إلها حتى ومستمر والبلد ما بيقدر يتحمل هذا الأسنوب المعتمد وحزب الله من يعني تجاوز كل الواقع تجاوز حاجة البلد إلى حكومة تجاوز خصوصية البلد تجاوز أنه مدى أنعكاس دخوله بالحرب في سوريا ضد الأمة السونية ككل وتعديات تدعيات على لبنان من هنا نائب جمبلات كان نرافض بالبداية أنه أنا برفض كون بحكومة غير سياسية وقد أكون إلى جانب أربطاء أثمان أدار بعدم أعطاء الساعة وهون كان رئيس نامان كمان يعمل تجزمه وعلى قاعد أنه نائب جمبلات قطعنا سنتين ونصف الحكومة السابقة كانت تجربة ناجحة ونحن نعتبر أنه وسطيين بدنا نضم سمام الأمان نائب جمبلات طور موقفه أنه عم بخاطب حزب الله لأنه البلد ما بقى يتحمل هذا الواقع يعني اليوم اللي عم بقوله نائب جمبلات هو عم بقوله كل الناس بس كان لأنه هو مسئب اللي قادر يكمل تركيبة الحكومة قادر يأثر بأصوات بتفضل مثلا إذا رئيس سلام ركب حكومة واقعية أو محايدة ما فيها أبطعش وما فيها أثمان وفيها مقربين قوى السياسية قد يكون أنه إذا مضاهر رئيس نامان نائب جمبلات مؤيد لأعطاء الساعة نعم ولكن اللفت أنه نائب جمبلات كمان حسب ما قيل ومعلومات سوريبيت أنه كان أكد لرئيس مجلس النواب نبي بري أنه لن يسير بخيار من هذا النوع وأنه لن يقدم على أي خطوة دون التنسيق مع الرئيس بري تحديدا ويحكى أنه أوفد أحد أيضا المسؤولين إلى الرئيس بري لكي يطمئنه حيال هذا الموضوع عشية إطلاقه هذا الكلام من هنا السؤال أنه هل يمكن أن يكون فقط مناورة للضغط وليس خيار يمكن فعلا أن يذهب بإتجاه النائب جمبلات يعني موضوع موضوع يعني له علاقة بحزب الله نائب جمبلات بيعرف أنه بعد أحداث صارت بسبع أيار وما أصاب الجبل أنه هذا الموضوع بيعرف أنه مش قابل للمناور أو للمزح هذا موضوع بيكون واضح كثير مع حزب الله بس هو يفصل بين الحزب والرئيس بري يعني برأيك أنا أقول أنه ما في ناور مع حزب الله يعني إذا أيل هذا الكلام ما بيقدر يكون عب ناور على حزب الله لأن حزب الله عنده تواصل معه وحزب الله واضح يعني محدد موقف وبده الحكومي وبده الحكومي يكون هو موجود فيها حزب الله يعني أقول أنا نائب جمبلات ما بيقدر هيك أنه يلعب بمعنى أنه يقطع مع رئيس بري موقف فيها حزب الموقف قد يكون كلامنا نحاك أنه فيه موفد من قبله هو أكد على أنه هو سيكون أنه هو مع مؤيد لتركيبة تكون بمعنى تمثل كل المقربين من المراجع الشيعي أو من السناء الشيعي أنه اليوم بدون ما نسمى أسماء ونزكى أسماء عم يستم التداول أنه رئيس الحكومي السابق قال بدون 14 بدون 8 قطع على البيب أنه إذا هن عندهم رغبة وأكد على أنه رئيس سلام هو المستمر ونقطة تالتة قال أنه هو يعني يعني ما بده حزب الله بالحكومة بمعنى كان الرئيس بري يقول قبل دائما أنه أنا بعد ما سمعت من الرئيس الحريرة أنه ما بده حزب الله أنه أعلنت بوضوح فإذا النائب جمبلة طالق منها الرائع أنه سفي خطوط عريضة للحكومة المطلوبة للمستقبل هو منه بعيد عن جوة التواصل يعني إذا بعد الرئيس بري تا يقوله أنه أنا قد أكون يعني مني بالتركيب المعادي وسألعب دول مع الرئيس سلام للحكومة تمثل الوجدان الشيعي ويكون حقك محفوظ وحزب الله يعتبر أنه ممثل لأنه لا يوجد إمكاني يضمهم ولكن بالنتيجة هو راح العنوان الأكبر أنه سلم بحكومة لا تضم القوى السياسية مباشرة وحزب الله يعني برأيك هو كان يعني ما يقول سيذهب حتى النهية في هذا القرار هل هذا يعني أنه فعلا سيقدم الرئيس تمام سلام بعد ما توسعت مروحة الدعم للحكومة الحيادية خطاب رئيس الجمهورية أشار إلى هذا الموضوع المطارين الموارنة والبطرك الرعي أيضا أثار موضوع الحكومة الحيادية نائب جمبلات اليوم فأصلا هذا موقف الرئيس تمام سلام هل هذا يعني أنه سيكون هذا خيار الرئيس المكلف في النهية أنا هده اللي بشوفه واعي يعني الرئيس المكلف كان ديما مرتبط خياره باعتبارات داخلية وأقليمية بالخيار الإقليمية أنه في يعني في إشارة سعودية واضحة لماضي بتشكيل حكومة وعلى قاعد أن لا تضمن حزب الله اليوم ترجمت رجعت قبل شوية أنه برئيس حريري حكيها بهالكلام نائب جمبلات اليوم بيتواصل وعرف أنه ما بقى في إمكانية البلد يستمر اليوم اللي عم بدير البلد يعني اقتصاديا ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه إدارة إدارة للبلد لا إدارية ولا سياسية ولا اقتصادي إذا بل نحكي وسمعنا من كم يوم لأزمة عن موضوع الرواتب يعني حتى ما فيه إمكانية تأمين رواتب بعكس ما تم نفق الكلام عمليا يوم اللي مضبوط الوضع الأمني من خلال المجلس الأمن المركزي يعني وزير الداخلية وقارة الأجهزة يعني بمعنى أنه ما فيه إطار ما فيه غطأ للدولة ما فيه قرار سياسي ما فيه قرار سياسي يعني كمان للدولة تتصرف من هون النائب جنبلوت أنا رجعت قلت أنه بتذكر أنه بتذكر بالألفان وواحد وقت صارت 11 أهلوود ومن ثم صار فيه حادث أنه كان وقته هو ماشي مع عم تقرب مع أرنة شهوان وكان أنه يؤيد الحركة أنه أي نمط أي نمط فيه طابع أنه حواء فيه حركة سياسية بس صارت 11 أهلوود وقت طلع قال لهم أنه لا هلاني مثلا الأمن قبل الحرية كانوا مجتمعين وقته بذكر عند النائب تصحار بالبطون بمعنى أنه موضوع الأمن عند النائب جنبلطي بيعتبره أساسي لأعتبارات العلاقة بالجبل بهوة بتركيبة لبنان من هون عم يشوف البلد عم يفرط يعني من هون كان هم مؤيد للتمديد لنعميد أهواج طيب ولكن برأيك سيقدم الرئيس تمام سلام على هذه الخطوة رغم المحذير يعني سبق أن سمعنا فريق 8 أذار يحذر أنه هذا الأمر ليس من المصلحة الوطنية التي يعلنها الرئيس المكلف يعني كعنوان لتشكيلته الحكومية التي ينوي أن يتقدم بها حذروا على الاستقرار في البلد قالوا أكثر من مرة ما تجربونا في هذا الموضوع ولن تتشكل حكومة من دون حزب الله هل يعني يمكن ضرب كل هذه التحذيرات عرض الحائط والذهاب إلى حكومة أمر واقع وما هي المخاطر المحتملة لهكذا خيار خلينا لك بالمعلومات اللي عندي اللي هي ما يعني ما بدي أنسبها لحدا أو حملها لحدا في كلام أنه البلد ما بقى يستمر بدون الحكومة وتركيبة الحكومة اللي رئيس سلام يعني غير بعناوينها اللي كانت بدأت يعني أنه لمرحلة معينة بعدين يمكن غير سياسية وغير استفزازية اليوم صار في أناع اليوم الحكومة بدأت تواكب مرحلة استحاق الرئاسي مفصلة باللبنان بدأت تواكب تحديات كبيرة عم بتسير فيها تكون حكومة التكنوكراف تتواكب هذه الاستحقاقات طيب بس كمان بس الوقت ما فيت البلد يكون بدون حكومة اليوم مش ممكن ضم حزب الله إلى الحكومة بالوضع اللي هو في حزب الله دوليا وأقليميا وعربيا وإسناميا يعني حزب الله عنده رغبة يفوت على الحكومة تقول أنا مغطى لبنانيا لأي أجراء عم بعمل أنه تهم من الاتحاد الأوروبي أنه أنا إرهابة متهم من أي دولة يعني دولة غربية بالنتيجة أنا بالتركيبة اللبنانية موجود بالحكومة وأنا محتضن هذه ما في تحمل الرئيس سلام طيب ما هذا ما باعتراف الاتحاد الأوروبي نفسه يعني عم بيطالب أنه يشارك حزب الله في الحكومة لمجالة سفير الاتحاد الأوروبي على على المسؤولين وعلى قيادات الحزب نفسه شو أكدت أنه ما عندها مشكلة مع الجناح السياسي ما سمته يعني بالجناح السياسي للحزب وهأنها أنها مع مشاركة الحزب في أي حكومة مقبلة ومع مشاركته سياسية بشكل كامل خليني أقول شيء يعني أنا أنا بعرفه وسمعته يعني الغربيين عم يحكوا غير هيك عم يعتبر أنه خلينا نقطع وقت مع حزب الله نحن نطمن أنه نحن مش أخصام لأقول الفرنسيين عندهم هالمنطق وغير نعم حتى الرئيس أولاند يعني أكد أنه نحن نحن مجدد على قاعدة أنه ألتزام حزب الله بخطوات أنه خروج من سوريا التعاون أنه التعاون بس ما حددوا شروط يعني ما سمعنا الاتحاد الأوروبي عم يحدد شروط هو حزب الله أداء أودين من قبل الاتحاد الأوروبي مش لأنه بس مشين بورغاس ومشين هلأ بجديد أنه عم توصع القضية بنيجيريا سواء كان في مصاد عم بحق أو لا النقطة الأساسية هي عندما تحرك المجتمع إذا بدك العربي أو الخليجي ضد حزب الله دوليا بعد مشاركته بالحرب بسوريا اليوم هو نقطة فاصلة واللي حكيها النائب جميلات واللي عم يحكوها أكثر من فريق واللي حكيها يعني رئيس الجمهورية الخروج من سوريا هي بداية الدخول للحكومة والمحل الجديدة وهذا اللي سمعوه زوار السعودية اللي زاروها من شي شهر وقصر يقولوا راح فافض من 14 وفي راح الناس مستقلين شايفوا مسؤولين الأمنيين شايفوا وزير الأعلام السعودي شايفوا رئيس الحرير أنه فيها نقطة الأساسية من هون أنا خليني كفر الفكرة الرئيس السلام ما بقى فيه تحمل يعني أنه ما في عنده حكومة وبعيدة نهاية يعني أنه صار اليوم هو مسؤول عن فراغ بالبلد وعن الفوضى اللي عم بتزيد رئيس مئاتي بحالة بحالة يعني رئيس حكومة تصريف أعمال بسار مشلول كمير من بقدر يعمل أي حرارة ولكن من قال أنه عزل حزب الله أيضا سأ يعني لن يشكل أيضا فوضى وهي البلد هل يمكن عزل فريق بحجم حزب الله نحية السياسية البلد قدام وقعين إذا حكومة حزب الله بنعزل بلد ككله بدفع حقها الحكومة اقتصاديا وسياحيا وغالبيا ديبلوماسيا من كل الوسائق مبين في مبالغة بهالكلام ما بين في مبالغة بالسابق حتى حكومة الرئيس ميقاتي اللي سميت أنها حكومة حزب الله لم نشهد هذه المقاطعة ولا يعني بالعكس كانت تحظى بكل الدعم الدولي على مدى حكومة بحكومة الرئيس ميقاتي تمت مقاطعة تقوله سعوديا وعربيا وبعد الدول ما كانت في مقاطعة للحكومة لأنه كان بعد فيه يعني وطبعين وقتا أنه فريق 14 عم يشكي أنه السفير فلتمن وعلاقته مع رئيس ميقاتي وكان يقوله أنه الحكومة أفضل من فراغه من الفوضى يعني وقتا كانت مقاطعة للرئيس ميقاتي بس ما كان حزب الله بعد يعني الملفات اللي هو عم تنسب إليه سلبيا من أنه قلتلكها من بلغاريا لعدة محطات عم بتزيد اليوم عم بتزيد هالملفات عم أبين الموقف الخليجي مباشر خلنا نبلش بالموقف الخليجي خلنا نبلش موقف جامعة الدول العربية من سنة كيف هجمية حزب الله كمان نحن عم نحكي بالبقية بوقتها ما كان في هالمنطق كان فيه كلام أنه هيدا الحكومة فيها حزب الله صار فيه مقاطعة خليجية ما تفعلوا نحو لبنان اليوم لا فيه ترجمة لعدم التتعاء للمقاطعة تجاه لبنان فيه محاسة بيانت ببعض اللبنانيين عم بيتم محاسبتهم بعض أنظمة الخليجية على تعاطيهم أو تميونهم لحزب الله اليوم أخذت غير بعض اليوم مطلوب أنه الأسد يكون وحده عسى يمكن فيه دفع جديد لسقوطه أو مساومة أنا بعد ما شفت معطيات جديدة بعد شف أنه الرجل باقي حتى حيني ومن يدعمه ما زال يدعمه حتى النهاية أنا من هنا مطلوب اليوم تخرج حزب الله أقول له لهذه النقطة إظهارا من سوريا هل يمكن أن يمر عزل حزب الله عن الحكومة اللبنانية من دون أي تمن؟ برأيك هيك سيشكل هذا الأمر تحديا للحزب والفريق أيضا الداعم لأله والحليف لأله حزب الله اليوم تحدى كل العالم بهذه الحركة التي عملها يعني اليوم حزب الله ما قال أنا بس يعني حزب الله قال أنا طالع دافع بالبداية عن الضياع الشعي المتاخمي للحدود هؤلاء اللبنانيين من إيم ساكس يكون وجدوا فوق وهذا إيش حيف بحقهم بعدين تطورت دخل إلى الإقصار عن باية البغام مناطق وإيلا السيد ونحن سلنا إلى جانب النظام ومساعد وزير الخارجية الوبسي كشفها وحزب الله عاتبه أنه قاله نحن شعرنا النظام بخطر ذهب إلى القتال فهذا الحزب الله صارت أول مساندة للدفاع عن نظام السوري مش مقبول هذا النمط يعني هذا المنطق منه مقبول من هيك بتقولي شو التمن أنه لبنان هل يحتمل هذا الأمر أنا بشوف لبنان بتركيبته المعروفة يعني بعيدا عن المواقف هل يحتمل حكومة تحدي لحزب الله ولفريق أماني أداء أولا أولا لأن حزب الله ليس وحيدا عنده خلافاء وعنده شريحة واسعة أيضا من اللبنانيين تدعمه تدعم حتى دوره في سوريا خلينا وضح النقطة اليوم حزب الله إذا بمثل نسبة معينة من الشعب اللبنان نقول إذا بمثل هو خمسين خمسة واربعين ثلاثين عم نحكي أنه إذا مقصوم البلد بين ثمانة واربط عشر المقصوم اثنين نصر بنصر نقول أو خمسة واربعين خمسة واربعين نقب جمبلات عنده عشر بالمية نحكي هيك بالحسابات حزب الله هو استفز الطائف السنية رفضت حركته الطائف الدولزية نص المسيحيين اللي هن مع أربطاش قدر يعني عم نشوف شو حكي الدكتور جاجة شو حكي كتائب شو حكي الأربطاش قدر من رفض خلنا نقول البطرق الراعي كمان نرفض هالواقع حتى العماد ميشيل عون كان عنده ملاحظات عم وشاركته بالحرب حزب الله هو اللي استفز لجميع وأخدهم حطهم بمواجهة مع المجتمع الدولي الموقف الأخير للعماد عون التي قدمها الحزب لدوره في سوريا ويؤكد على الحلف الاستراتيجي هو عم بقول عماد عون أنه نحن سلمنا بهالواقع حتى هون أكثر من هك ما بيقبل بمعنى أنه كان عنده قد تحفظ وأنا بدي رح بقول أنا أوكي يمكن رحت لابعيد بموضوع عماد عون وقلت عماد عون مع مسلم بهالواقع هذا طيب بالنتيجة الآخرين رفضين يعني ما عمل إجماع بحركته حزب قلمة ما كان مشكل سابقا إجماع عن مقاومة عندما كان حقي عند في إجماع لبنانة عن مقاومة حتى كان في إجماع عرب كان في قضية معتبرينة موضوعية وحقيقية اليوم كل حركة اللي عم يعمل لحزب هذا يسهل عزله يعني برأيك أنا ما عم ليش عم نحط بإطرار العزل ما الرئيس السلام قال لهم أنا إذا الحال أنه وزراء الطائف الشعي شعروا بخطر ومستقيل وأنا بستقيل بمعنى للطمأنة بس ما بعطي التالت معطن هذه تواصلك تواصلك أنه من المنحة بمنحة عزل اليوم في عزل البلد يعني يا البلد بنعزل الناس عم تختنق عم بهجر كل شهر 15 ألف مواطن حسب آخر الإحصاءات ومش عميش أي مساعدة أو إمكان يتبقى حزب الله اللي هو موجود بمجلس النور بيكون موجود على طول الحوار وهو قدر يعطل أي إجراء إذا استعمل يعني تتأمن حد أدنى مني يعني من وضع الاقتصاد المعيشي ويرجع يفوتوا على الدول في تعيينات في فراغ في سياسة نعم رح تابع معك بهالموضوع يعني بعد ما انتهينا من موضوع الحكومي خصوصا وأن الحزب بحسب ما عم بأكد لن يقبل ومعه العماد عون أيضا والرئيس بري لن يقبلوا يعني بكل هذا الطرح وليسوا مقتنعين بكل هذه التبريرات للذهاب نحو حكومة حيادية بجولتنا اليوم البداية مع صحيفة الأخبار اللي عنونت بعنوان واحد فقط تحت عنوان كمين علم إن عدتم عدنا يكتب براهيم الأمين عن وقائع كمين المقاومة قبالة علم الشعب يقول الأمين الذي سيقال مفصلا في وقت لاحق هو أن القوة الإسرائيلية وقعت في كمين محكم وأن هناك من كان ينتظرها وبمعزل عن الأسرار الأمنية والاستخبارية الكبيرة التي رافقت هذه المواجهة إلا أن العدو يجد نفسه أمام السؤال الصعب كيف عرف حزب الله بأمرنا يتابع براهيم الأمين أن الخلاصة البديهية لدى العدو هي أن المقاومة جاهزة ويقضة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي خرق من جانبه وهذه الجاهزية تمنحها عنصر المباغة والمفاجأة ثانيا إن الكمين المحكم دل على فشل أمي خطر من النوع غير المحتمل عند العدو فالكمين مدبر يعني أن حزب الله يملك منظومة استخبارية مكنته من معرفة موعد وصول الدورية وطريق سيرها ثالثا كشفت المواجهة هذه ليس فقط عن جهوزية المقاومة الأمنية والعسكرية على طول الحدود الجنوبية للبنان بل عن ما هو أخطر برأي العدو وهو وجود قرار بالتصدي لأي خرق وصولا إلى المواجهة الشاملة طبعا هذا مقتطف من مقالة إبراهيم الأمين يمكنكم متابعته عبر الموقع الإلكتروني للأخبار أو عبر الطبعة الورقية إلى اللواء الآن وجديد السياسة اعتبرت مصادر مطلعة أن المواقف الأخيرة حول تأليف الحكومة يؤشر بوضوح إلى مرحلة جديدة من التعاطي في ملف التأليف من الرئيس ميشيل سليمان مرورا بالرئيس سعد الحريري وصولا إلى النائب وليد جنبلاط إلا أن حزب الله بقي متجاهلا هذه التطورات في الملف الحكومي مصرا على أن التعطيل ناجم عن إرادة خارجية لكن مصادر قريبة من الحزب قالت أن أي كلام عن حكومة حيادية أو تكنوكرات أو غير حزبية لا يعنينا ولن نسير به كما لن يسير به جنبلاط لأنه يعني استبعاث حزب الله وعزله كما يحتاج هذا الطرح إلى ترجمة عملية وهو ليس متوفرا وعبارة عن شاك بلا رصيد وردا على دعوة جنبلاط للحزب بالانسحاب من سوريا اعتبرت المصادر أن هذا الأمر ليس جديدا لأنه يكرر الموقف نفسه منذ اليوم الأول لأعلان الحزب تدخله في سوريا مشيرة إلى أن الخلاف حول الملف السوري ليس مع جنبلاط وحده بل مع حركة حماس والتيار الوطني الحر ومن اللواء ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية ومن الجمهورية اخترت لكم مقال كتبه الزميل عدي ظاهر تحت عنوان لكي لا تشبه قفزة جنبلاط مقررات خمس أيار أكد بعض المحيطين بجنبلاط أن موقفه لا ينبع من فراغ أو ملل من استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه بل من العنابين التالية موقف رئيس الجمهورية في عيد الجيش لجهة دعوته إلى حصرية السلاح في يد الدولة وحدها دون سواها وضرورة تلاقي كل الأطراف اللبنانيين لإنقاذ البلد ثانيا خطاب الحريري من جدة خلال الأفطار الأخير لتيار المستقبل والذي سارع جنبلاط إلى الترحيب بمجمل النقاط التي وردت فيه ثالثا زيارة رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان لموسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقلب الآخر حذر البعض من خطورة قفزة جنبلاط وإمكان موافقته على تأليف حكومة حيادية في هذا الظرف بالذات مشبهان أعطاءه الموافقة النهائية على ذلك بمقررات 5 أيار 2008 طبعا التي أتت قبل أحداث 7 أيار 2008 ومن الجمهورية إلى السفير ومقالة الزميل غسان ريفي تحت عنوان مصر تقطع علاقات الجماعة بالمستقبل فرضت الأزمة المصرية نفسها على العلاقة بين الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وبدأت تنذر بمقاطعة بين التنظيمين الحليفين على خلفية الموقف السياسي للتيار الأزرق الداعم لما يجري في مصر لذلك لم تتوانى قيادة الجماعة عن إبلاغ من يعنيهم الأمر في المستقبل بمقاطعة كل الإفطرات التي يقيمها في المحافظات اللبنانية حاول وفد من قيادة الجماعة الاستفسار عن موقف تيار المستقبل من هذا الموضوع ومما يجري في مصر وهو التقى لهذه الغاية الرئيس فؤاد السنيورة الذي حاول احتواء العتب وتطيب الخواطر بالتأكيد على أن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري معتبرا أنه كان من المفترض التروي قبل أعلان المواقف وإرسال برقيات التهنئة داعيا إلى الفصل بين ما يجري في مصر وبين العلاقات السياسية في لبنان لكن قيادات الجماعة الإسلامية لم تلمس لكلام السنيورة أي ترجمة بل على العكس فإن الدعم الأزرق سياسيا وأعلاميا قد تنام إلى أبعد الحدود للانقلاب على شرعية مرسي ومن القطيع المستجدة بين الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل ننتقل الآن إلى صحيفة التايمز البريطانية السعودية قد تعرض على مرسي اللجوء إليها لحل الأزمة المصرية بالرغم من كرههم الشديد للإخوان المسلمين إلا أن السعوديين توافقوا أو تواقون لحل الأزمة التي تعصف بمصر والسماح لمرسي بالمغادرة وأسقاط التهم الجنائية عنه ما يفسح المجال للجيش المصري والحكومة الموقتة بالتوصل إلى حل مع الإسلاميين السعودية لها تاريخ في توفير اللجوء إلى القادة المعزولين إلا أن أولئك الرؤساء المنفيين في السعودية لا يحق لهم التعاطف الشؤون السياسية ونادرا ما يراهم أحد وهذا ما يروق لقادة الجيش المصري الذي لا نية له بالسماح لمرسي بلعب أي دور سياسي مرة ثانية من التايمز البريطانية الآن نبقى مع صحيفة الشرق الأوسط ومن الشرق الأوسط مزيد من المعلومات الحزينة عن حلب صور من السماء لحلب تظهر أثار الصواريخ الباليستية نشرت منظمة العفو الدولية صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لمدينة حلب السورية قبل وبعد عمليات القصف النظامية للمدينة أظهرت دمارا هائلا جراء السقوط ما بدأ أنه صواريخ أرض أرض كبيرة في أحياء عدة وتظهر اللقطات مناطق دمار شمل عدة شوارع حيث دمرت عشرات المباني وتظهر الصور أيضا دمارا واسع النطاق لحق بالمدينة القديمة في حلب المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الإونسكو للتراث العالمي بما في ذلك تدمير مئذنة الجامع الكبير وأضرار لحقت بالأسواق الرئيسة من دون أن ننسى طبعا الأضرار التي لحقت بقلعة حلب الأثرية نختم الجولة مع صحيفة الحياة ومن الحياة خبر عن العلاقة التي جمعت بين ماريلين مونرو والرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي كانت ماريلين مونرو مغرمة بجون كينيدي إلى درجة أنها اتصلت بزوجته جاكي كينيدي قالت لها وأكدت لها أنها ستتزوجه وفق كتاب للصحفي الأمريكي كريستوفر أندرسن وهنا أجابت جاكي ببرودة أعصاب أن رمز الإثارة مرحب بها في البيت الأبيض وأضافت هذا مذهل سأترك المنزل إذن وستهتمين أنت بكل المشاكل يكشف الكتاب أيضا أن السيدة الأولى أكدت لزوجها أنها ستبقى هي والأولاد معه في واشنطن في حال حدوث هجوم نووي واستنتج الكاتب أن العشيقة الوحيدة التي كانت تسير قلقة جاكي كانت ماريلين مونرو فالسيدة الأولى التي كانت على علم بخيانة زوجها لها لم تكن تشعر بأن مونرو تشكل خطرا عليها شخصيا لكنها كانت تخشى أن تؤثر الفضيحة في نظرة الرأي العام إليها نختم الجولة وأعود إلى كاترين وضيفها شكرا لك كريستين برجع لك أستاذ سيمو أبو فاضل وكان لفت اليوم بأحد المقالات بصحيفة الجمهورية تشبيه موقف نائب جنبلات اليوم بموقفه لما تخذ القراران الشهيران في خمسة أيار ومن المعرف أنه قده إلى سبعة أيار وطرينا روعة الدوحة والقصة الكاملة التي أصبحت معروفة هل يخشى فعلا من حالة من عدم الاستقرار تشبه أيار لعام 2008 على أثر التوجه وهو حكومة تحدي كنا نحكي عنها قبل الجولة على الصحف أنا أتطلع دائما كمرائب وكصحافي بالصيغة التي أضع حالة فيها بعدة صفات لا أرى أن الحكومة هي تحدي اليوم سابقا تم إسقاط رئيس حكومة سنة ويمثل فريق سياسي ومذهب سعادة الحريري وسكلت حكومة أبعدت فريق 14 قدر وأبعدت إذا بدنا نقول التيار المستقبل وهو تيار يمكن بسموه عبر للطواقف إنما هو بالنتيجة تيار جوهر الطائف السنية تم إقصائه ما قالوا وقتا أنه هذا مثلا أنه عزل يعني اليوم حزب الله يأخذ الموضوع أنه عزل لأنه في حق لا أعتبر عزل بلاء وصميت حكومة اللون الواحد وحكومة الحزب يعني كان فيه هجوم كبير عليها صحيح بقي بالسياسة ولكن كان فيه هذا المفهول بس بيانت أنه مشت الحكومة اليوم فشلت الحكومة بعد سنتين ونوص بيانت حكومة لعدة تعواملنا فيها تكفي ورئيس ميقاتي استقل فأنا عم بقول خلينا ليش تنبلش يعني كنبلش إليك أنه فيه عزل لحزب الله حزب الله هو عم بحط حاله بموقع أنه أنا الضحية بينما الآخرين كلهم سواء عم اعتبروا أنه حزب الله منه الضحية يعني رئيس جمهوري يقول أنا مصر على أنه أكون حريص على حزب الله رئيس المكلف النائب المبلاط إنما وجود حزب الله يعني بمعنى بوجود يمكن الوزراء اللي هني كادرات عنده أوقيع يعني يمكن النائب الوزير فناش أو ما يشبهون يعني الوزير عالي حسن عالي خلي حسن حسن بمعنى أنه عم بقوله أنه فلنكن كنا صبوا بعيد عنها الحكومة ما بيكون فيها لا قوة مباشرة ولا مستقبل مباشرة ولا كتاب يعني الحزب يؤكد أنه لن يسير وعن بيقول أنه هالكلام كله شاك بلى رصيد حتى أنه مستبعد ذهب نحو هذا فحزن البلد اليوم أنا عرف البلد وين وكلنا منعرف حضرتك عارفة من هيك عم تسأليني شو بيصير بس أنا عم أقول إذا خلنا نبلش أعطيني دقيقة إذا اعتبرنا أنه فيه رئيس مكلف أخذ كمية الأصوات 124 صور شكل حكومة أخذ السئة بنصف شوي لأنه إذا نأب جميلات وفا مع تركيبة 14 اللي هي عم تسألين نأل السئة حزب الله هون إنه إذا هو عم بقول أنا حريص على البلد وفي مؤسسات بده يسلم فيها إذا حزب الله وهذا النقطة متخوفين فيها الآخرين بده يعمل أي إجراء أمنة أولا تقول أنه ترجع لأنه بهذا الوضع اللي هو معزول فيه يستجلب اهتمام خارجي قد يكون قطري قد يكون تحريك سعود باتجاه إيران قد يكون فرنسا بمعنى إذا حزب الله بده يفكأ العزن عنه من خلال عمل العسكري ما حدا في يمنعه بس اليوم نتائج تشكيل حكومة للبلد ما في حزب الله مش معناتها أنه اليوم حزب الله يعني هو بحالة اضطهاد ما هو بالنتيجة كل مؤسسة الدولة اللي مسيطرة عليها ولائطة من إيادة الجيش للأجهزة الأمنية للإدارات إذا طضيت الحالة لأنقاذ البلد تكون حكومة ما في حزب الله فيها مقاربين منه يعني عم بيعزلوا حالهم لحتى يعزلوا يعني العدف من نهاية المبطن وعزل الحزب أنا عملك في تسهيل أنا بدأ أنه قال لي لي مين طب كيف رح يترجم حزب الله رفضه رفضه أنا بدأ لي شغل أنا بدأ لي شغل أنا فريق الآخر الفريق الآخر إذا قال لنا المستقبل والحلفاء واللي كانوا بالحكومة عمليا ما فيه إلا النائب جملات وحزب الله حتى الوطن الحر ما استفاد يعني فيه شوية تعيينات إذا جانوا الوزير بيصير لنه الوزير السحنوي بكمية فائدة من المستشارين بس مين استفاد بها سنتين ونص العمير دعون بقى شهرين سنتين ونص عنده عشر وزراء ما قدر عين أي مسؤول بس نحن ما عم نحكي عن فكرة محاصصة عم نحكي عن فكرة إبعاده عن القرار السياسي وعن السلطة الإجرائية ما أنا عم لك أنه هو اليوم أنه كلهم سوا بمعنى أنه كانوا أنه كانوا موجودين جوا كانوا القوات أو الكاتب أو المستقبل ما غيروا بشي أنا هيك عم قول أنه إجوا عم بقولوا لهم نحنا كنا جوا ما غيرنا بشي لأنه حزب الله كان هو متحكم بالحكومة بالتلت المعطل ومن ثم بالدغوطات اللي عم بمارسة اليوم عم بقولوا نحنا عم نسهل منكون كلنا سوا برات الحكومة ويكون الحزب الله بطاولة الحوار هيدا لن نقش بالموضوع المحور المركز من أين سيؤتى بهؤلاء الأشخاص أو هذه الشخصيات التي فعلا هي بمعزلة عن كل هذه القوى السياسية التي تتعاطى بالشأن السياسي منذ سنوات حتى لهم أنه اللي أجوا سابقا من وزارة النائبة 14 كلهم كانوا مميزين من قبل أفريقاء آخرين لأنه كانوا مميزين وتشكيك ما أحد منهم نقدم مشروع ماريشال للدولة البنية بالأساس كانوا فاشلين إلا بكي مواحد قدر تضبط حاله بس إذا بنخذ وزارة 14 قدر كانوا فاشلين وطيار المستقبل ما قدروا أنجزوا وبعضهم كان فاشل الظروف ما سمحت لأي فريق أنا عم بده يتلاقى أشخاص خارج هذه التكتولات السياسية وفعلا قادرة أن تقود البلاد بهذه المرحلة الاستثنائية إذا اليوم إذا اليوم مش ممكن أنه أربع خمس أشخاص من الطائفة الشعية يكون صعب أنا عم قلت لك ما بدي سمي إذا جيت قلت لك اليوم شو بيمنع يكون عم بعضتي مثلا للوزير تراضح مادة أنهم مقربين حزب الله أو زينا إذا قلنا كنم على غير شخص مع حج حسين حاج اسمه الوزير كان الرئيس من تدبو بالحكومة السابقة أنا أقول أنا أنه بتركب بس حزب الله يريد الحكومة تقول أنا متمسك بالبلد أو تكون تكون معطل للبلد هؤلاء حياديين الأسماء اللي ذكرتهم حتى الأسماء الأخرى المطروحة من 14 أذار هو الكلام قاليني من 14 أذار ما بدي فوت بأسماء ولكن الأسماء اللي طرحت بالصحف كل واحد معروف لمن يطبع وشو انتماعه ما له حزبة ما معه بطاقة حزبية بس معروف أنه هذا طيار مستقبل هذا قوات هذا طيار عوني هذا حزب الله هذا رئيس بري بس أنه صار النقاش يعني سألت التفاف على الحقيقة والتفاف على يعني بالنهاية العالم كلها بتعرف كل واحد كونت ما صرت بموقع كأنه أنا أنا اليوم لا نحن عم نقاش تحكي عن أمور يعني وقل رأيت صرت عم كونت بموقع الدفاع عن فريق 14 أذار أو أنه بموقع أنه مضاد لحزب الله أنا عم اقتنع بي عم بقوله أنه حزب الله ما فيكن بالحكومة بهذه الحكومة تقليق ليش فيكن بلد الحكومة خليني كف هو خليني كف الفكرة نعم اليوم عم بعطي مثل أنه إذا أنه اليوم إذا نجيب يمكن فيه شخص أكاديمي بمحيط الرئيس الحالي عم بعطي مثل الوزير شطح اليوم حتى لو إجا وزير شطح مش معناتها أنه أنه حزب معناتها أنه طيار من التقبل ممثل بدك تروحي على أشخاص أبعد درجات بدوروا بهالفلك ما هو بالنتيجة اليوم التوقف محتكلة الحركة السياسية أو ما حدا بيقدر يكون من تحت يعني عند المسيحيين ما بيقدر إلا ما يكون أي شخص قريب من القوات أو من الكتاب أو من العمادان في عدد من المستقلين بس ما رح يكون قلوا ندور عند النائب جميل كذلك لأمر وعند حزب الله أنه ما ممكن تكون برغم كل دور حزب الله وحصيته بالطائف الشيعية أو هو رئيس بالرئيس السناء الشيعي بلتقى أشخاص يقول حزب الله أنا أسلم فيهم سلم فيهم تفوتوا على حكومة بدأ شوية خطوات اقتصادية إدارية فهي مش قليل تاني كمي عم بقولوا هذه حكومة غير دستورية بالنسبة لفريق 8 أذار لأنه عم يتحدثوا عن تمثيل للحجم تمثيل في الحكومة يوازي الحجم النيابة في البرلمان وعم يستندوا إلى اتفاق الطائف مع اجتهدات طبعا بهالموضوع ناس بتشوف أن الطائف ما بيحكي عنها ناس بتشوف أنه مبلع بمعنى من المعاني الطائف عم يتحدث عن تمثيل يوازي الحجم النيابة إذا هيك عم تحكيني بهذه النقطة أنا بدي أقول لك أنا في شي شفته إذا حزب الله اليوم عم بقول في طائف وفي توازنة مفرد تطبيقه لش ما اعتمده بالحكومة السابقة يعني عم نفتح الباب اللي هو ما بقدم أي سيغ أنا عم بيجي مدرعات محافظة ألقاب عدة مرات أنه ضرورة تمثيل القوة السياسية حسب أوزانة حكومة السابقة أنه أقصوا منها القوات اللبنانية وطيار المستقبل أنه ساميس جعشع ما بمثل معروف شو إمكانيته بالشارع عن مسيحي سعد الحريري ما بمثل معروف أنه طياره شو بمثل قالت كتائب كنه نهو بمثل ليش أنه بريد حزب الله هو يحط إطار للإجتهال بالدستور الساعة البريد يعني الطائف بقول الحكومة بشكلها رئيس الحكومة المكلف بالتشور مع رئيس جمهورية وبترع ملفز النوار هذا الحدد أقصى إذا كان إذا كان عم بقول إذا عم بقول هو أنا رفضها ساعتها بروح يقول بعت الساقة ما بعت الساقة هلأ بده هو يقول حزب الله أنا قادر أنه هول على الجميع ما كنوا يخيفني منه يعني رئيس سلام أنا ما بعرف إذا كمان ممكن لو تم أنه نائب جميلات إلا إذا ما إجيه دعم سعودة وطلب سعودة أنه أقدم على الخطوة أنه هو يباشر أين هي السعودية فيما لو تم فعلا الإقدام على خطوة من هالنوع يعني ما فينا ما نقول أنه هي بالنهاية خطوة التحدي هو كان فيه كلام عم برجع أقوله أنا قلته عنكم بعد رئيس السلام يعني أنت مطلق يتشكل حكومة حسب المعلومات أنه التقى بالأمير بندر وعلى ما يبدو واللي التقارير بتكتب عنه دوليا وحتى رجل حد ورجل فاعل وعملي يعني غير داخل أسلوب التسويت كان الكلام أنه أقدم على حكومة اليوم أخرجنا حزب الله من الحكومة السابقة كهو مشكل لألا اليوم وأسقطنا رئيس مئات اللي هو جاي من رحم حزب الله على الحكومة روح شكل حكومة لماذا لم يشكل هذه الحكومة على مدى أربعة أشهر كان فيه استضموا بموقف بالظروف المباشرة وقتا أنه لم يبدو شكل تحدي ومن ثم استضموا كمان برفض النائب جنبلات اللي كان معتبر أنه هو أخذ علاعته عدم المضي بأي حكومة وشكل السزر هل هل عدد قصة محصورة بموطيات داخلية ولا كان للأمر للتريث علاقة بتغير المعدلات الإقليمية وما يجري ميدانيا في سوريا واختلاف اختلال التوازن الذي كان تقام عليه المواقف أنه وقتا سنتين من تجربة لحكومة حزب الله وصلت يقول مبارح الوزير الصفدي بمزلس الدفاع الأعلى لرئيس المهورية أنه أنا هذا آخر الشهر ما عندي أدفع رواتب قوة الأمن الداخل من هولين طلقت الخبرية أنه ما فيه رواتب بمعنى وصلوا لكل العجز بس وزير المالية نفى هذا الأمر نفى الوزير الصفدي بس بلنا نأمنا ضمن آلية أنا عم أقول النقطة دائما عم أركزها أنه عدم تمثيل حزب الله مش معنية أقصى بس اليوم اللي صار بالسعودية في طلب فيه تمنى يعني على رئيس السلام أنه يبلش بتشكيل الحكومة على قاعدة العنوين اللي نحطت أنه ما فيها 14 وما فيها 8 وحكومة لإدارة ما فينا كمان بالقراءة ما نجرب نفهم شو ما بيصير بسوريا يعني ما يدفع السعودي إلى اتخاذ موقف من هذا النوع حياد الحزب في لبنان السعوديين حسب معلوماتي وحسب زوار اللي الزارة السعودية عندهم تريس كان الحديد من جمعتين شو تغيب بعد من كم يوم هلا بقولوا أنا ربما على وقع زيادة أمير بندر إلا موسكو نعم إلا موسكو وإلا الغرب كان فيه كلام أنه إذا اليوم حزب الله بحالة تطوي ونتشكلت حكومة هذه اللي حكيتها قبل شوي تشكلت حكومة حزب الله ما رفضها عمل راح إلى إجراء عسكري شبيه ما يقارب سبع أيام تقول أنا هون هل أنه من خاطر فيها كان فيه كلام أنه اليوم بعدها إيران مرتاحة بعدها سوريا قوية بعدها حزب الله قوي خلينا ننطر بتشكيل الحكومة حتى يدعف هذا المحور ويدعف الرئيس الأسد أكتر على ما يبدو بلا شو هيئو المنخ ما يعتبرون أنه رئيس الأسد بدي يكون بوضع صعب بعد مدة أسبرني أنا على شو البيان من يومين واللي حكيه النائب جملات هو استندا إلى أنه بالمعارضة في حركة زيخمة تقالي شو هي يقال أنه الأمير بندر بزيارته إلى الغرب راح باتجاه أنه مطلوب بينكم دعم للمعارضة ليس كلاما جديدا كانوا ضربين بالغرب حتى اليوم أحد معارضين السوريين كان موجود باللبنان يقول أنه سنرى الرئيس هنلون بعيدا عن الإعلام سنرى لأنه سنرى لاشي الدعم تراجع بس أنت برأيك استيماين إذا راح اليوم الأمير بندر بن سلطان جال بالغرب وقال له للغرب مطلوب منكم تدعم المعارضة راح أنه كلمته راح تكون راح يفوت كلمته على الغرب إذا كانوا هنه شايفين أنه لا مصلحة لهم اليوم لعدة اعتبارات أن يسلحوا المعارضة السيئين برح طالع بطرير أنه بالسورية عم تدمت قاعدة والإسلاميين بس أنا أقول الأمير بندر إياسا إذا ما يحكو عنه أنه من شخص متحرك وديناميكي أنه راح إلى الغرب قال لهم أنا بدي تدعم المعارضة خلني كفي معك الشقة الثانية اليوم رويتر رويتر كاتبة أنه عرض على رئيس بوتين أنه عدة سفقات إلى علاقة بالغاز وقيمة 15 مليار ما فينا ننكر أنه وقت كان عم بتم إنشاء المحكمة الدولية لتحقيق بإستشارة رئيس حرير وعدة شهد للفريق 14 قدار وقتها إذا تتذكر روسيا اشتريت أو في السعودية اشتريت أسنحة بين السعودية بقيمة 8 مليار بالنتيجة بين المجتمع الدولي في دبيع وشرة يمكن يوم نحكم مع رئيس بوتين ورفض ومتمسك بالرئيس الأسد لأن العرض يقدم منه كافي يقال أنه الأمير بندر بالغرب حكي بموضوع أنه يدعم دعم المعارضة والمضيفية وحكي مع رئيس بوتين أنه إذا بدكم حل أنه فيه إمكانية ينشأ حد على قاعدة بقاء نفوسكم السياسي بسوريا إنما أنه أقصاء رئيس الأسد بسلهم شكينا الرد الروسي الرد أنا أشوفها الرد عم شوفه ميدانيا على الأرض الرد الميداني على الأرض بمنطقة الساحل اللي بدأ تخلي المعارضة ترجع تاخد بعد مخصصة القصير ومرفق طرابوس اللي كان يأمن لها الدعم والأسنحة يعني يطلعها من لبنان بدأ توصل يمكن للساحل لأول شي درب بتشكل انتصار معنا ويتانيا بيكون عندها منفذ فيه دينامية جديدة هيد اللي بن علي النائب جمهرات واللي هي أكتر من كلامه أن الأسد بد يسقط خاطب السيد نصر للانسحب من سوريا فيها المدة توجه نحو أتعاب الأسد أكتر وتخليص دوره وتحجيم لأن استمرار بهذا الواقع معناتها غير الإمكانية لذهاب نحو جناف اتنين وأي نقاش مع أي حليف لأله سبق أن سمعنا الكلام نفسه مرات عديدة وكم من قرار أوروبي وبريطانيا وفرنسي تحديدا صدر بتسليح المعارضة ولكن وحتى كلام أمريكي كلام وكلام ومواقف لم ينفذ منها شيء ولم يترجم لبل شفنا أنه من فترة بدأ كأن النظام يستعيد قوته يستعيد سيطرته على الأرض بأكثر من منطقة فلماذا اليوم يحصل ما لم يحصل سابقا وأيضا هذا التواجل كان مطلوبا في السابق مش بس إذا بدنا نقول موضوع سوريا في كل فترة في رهان يشبه رهان نفسه بل لبنانيين نخزلوا كذا مرة إذا بدنا نقول حتى 14 قدار نخزلوا كذا مرة حتى قبل أحيانا بمراحل ترتفع وطيرة مصالحه حين تتراجع قد أمريكا هلأ أنا لم نرغب أي دور لأس في آخرين أرديني أمنه الحد الأدنى من الدعم لكمان اعتبارات إلى علاقة بعدم غيرتهم ببقاء الأصل أو بإتعاب يعني بعدنا نقول بالبداية وكلام أنا بحكي لأنه معلومات وكتبت أنه السعودين بفضله هلأ أنه كان من ثلاث تجمع أنه التريس على قاعدة أنه الأسد كان بعضهم مع تبريدهم مرتاح هلأ عندهم انتباه أنه بعد ما استلم رحاني سيكون فيه إلى حد ما تجاوب يعني تسهيل الوضع اللبناني أنه حزب الله اليوم صار بحالة تطويق دولية مفترض لا يقدم على أي ردة تفعل في قراءة أنه هو منشغل المنشغل حزب الله أنه بالنتيجة شو يعمل أنه بنزل على بيروت ويحتل بيروت أنه آخر شي شو أفاق هالعمل يريد يعمل أداء يستمر فيها أنه هل هي بتجيب له بتجيب نتيجة أو لا البلد بالنتيجة كانوا صور رهينة حزب الله إذا مناخد مخابرات الجيش المدير المخابرات ما كموش من حجمة في أصفة عم نحكي بالوقاع مكتوب عدة مقالات لمقربين من حزب الله عم بيشكوا عم بيقولوا أنه العلاقة نقول مع المستقبل بين إيادة الجيش والمستقبل ما بتغير باعتبار أنه العلاقة الوثيقة والالتحان بين مديرية المخابرات وحزب الله أنه بتخلي أنه يكون حزب الله مرتاح بمعنى أنه اليوم هن لقطين كده المفاصل من هون عم نحكي أنه شو بعد فيه أنه بالأمن العام موجودين بمبارح من يومين هجموا فرع المعلومات على الشعب المعلومات على أساس أنه ما عم بحق العبد إذا سمعت فيها تبين بعدين من وزير الداخلية أنه القاضي صقر صقر كلف بالنتيجة الجيش وقاله حق يكلف الجهاز البدوية بمعنى أنه ما بتعوان معهم بخونه بعملوا عمل حواجز من هون عم يعطي مطل شون مكسب يعني أنه هنا عم بقولوا أنه البدد لا أطن فإذا خلنا نرى على حكومة ممكن ساعتها شكل الحكومة قد طبعا بدأت وزيها هذا رأي السعودية أنا لا أنا ما أقول رأي السعودية أنا ما عندي تواصل أنا عم بحكيك شو عم يحكي أنه هلأ الجو اللي صار عند الرئيس سنمين ورئيس المكلف ونائب جنبلات أنه أي حكومة اليوم أسوأ بدأت تكون ردة فعل عليها من أنه عدم موجود حكومة واستمامة بهزة فراغ ليفت المؤفل عبر عنه أيضا وزير تيار المردة الوزير سليم كرم يقول أنه كشف أنه تياره يطالب بحكومة حيادية لا تكون تابعة لأي طرف في هذا الظرف وقال ليضع الرئيس المكلف ما يراه مناسبا ونحن لا نريد أنه عرقل فالمهم الآن تأليف الحكومة كيف تشوف هذا الموقف المتمايز عن بقية 8 أذار بارح تطالع كلام بأحد الوسائل المسند إلى مصدر بـ 8 أذار وهو كلام موصول أنه إذا حزب أغير مشارك نحن لا نشارك هذا الموقف اليوم أنا أعطي وقت تشوف كيف يستدبع بس أنا أكيد 8 أذار بدأت تكون مسترجمة كل سواء مع بعض يعني إذا حزب أول كان رافض أكيد المرض سيكون رافض طبعا رئيس باللحكما بس أنه القوة الثانية هي عملية ما بقى في قوة تانية بحكومة من 24 ما بقى فيها بلوكات الكبيرة أنا أعتقد أنه 8 أدار تكون مسجمة مع موقف حزب وخاصة تيار المرض سمح لا تقف مع فاصل أعلام السيسيمون بعد من تابع حوارنا خليكم معنا براحة فيكم مشاهدينا وابتابع برنامج الحدث مع ضيف رئيس موقع الكلمة أونلاين السيسيمون أبو فاضل السيسيمون الكلام يكثر عن السلاح عن سلاح الحزب خطاب رئيس سعد الحريري بيان المطار الأخير كلام البطلق الراعي أيضا مؤخرا حول هذا الموضوع النائب جونبلاط هذا الكلام والهجوم على السلاح يترافق مع دعوات إلى الذهاب إلى طاولة الحوار وفي تجاوب مع هذه الدعوات على الأقل بالمواقف المعلنة هل من فرصة حقيقية للعودة إلى طاولة الحوار وهل من جدوى أصلا من هذه العودة في فريق يعني طلب فيها في فريق آخر بقول أنه في تجربة سابقة يعني الدكتور جعج بقول جربنا سابقا مع حزب الله وما كان فيه هو الوحيد يلي هو لأنه عنده عشافة بقية أطراف 14 أذار بشكل أساسي الرئيس الحريري رحب بهذا الموضوع الرئيس الحريري رحب فيه وقال أنه تعوطن صالح في لبنان بدلا من نختلف بسوريا عكس كلام أنه السيد نصلا الله قوة تانية مؤيدة للحوار بس اليوم فيه فريق عم بقول أنه الحكومة قبل يعني منشكل الحكومة كهيئة سلطة تنفيذية منوع الحوار استجاوز الرئيس الحريري هذا الشرط بخطابه الأخير يعني ما حدد أنه الحكومة قبل بالعكس يعني بيّن أنه بحكومة أو من دون حكومة هو مستعد للذهاب إلى هذه الطاولة يعتبرون أنه الآن ضرورة بدلا نقلل الحزب أينك رايح ونأخذ البلد وقبل ما كنا نقض بطاولة الحوار باعتبار كان فيه حكومة الرئيس المئاتي اليوم الرئيس السلام عنده مش معروف إذا المسافة يشكل حكومة ما في هيئة الحوار قبل الحكومة أنا هذا اللي بعرف وهذا اللي سامو يعني الحكومة وإذا بينا من دون حكومة وهذا احتمال وارد هذا يعني أنه لن لن تعقد طاولة الحوار بالمدى الموجود يعني اليوم الحكومة شو بد يعني دائما عم نيجي نقول إذا بس نجعل قداش بد يعني الحكومة بالطأم القائم فيها قد بدها تغيير يعني اليوم عم فيه محلات منا صعبة يعني اليوم هي مطلوب تكون إيطار ليعدوا القوى السياسية يقولوا فيه تعينات فيه أزمة اقتصادية يعني اليوم عم نحكى حتى خلني عم نحكى اليوم أنه مثلا بموضوع شؤون الاجتماعي أنه شو بدو يتغير أنه اليوم بموضوع المدورة لرئيس سلام أسر حاله فيه أنه اليوم جيب وزير شؤون الاجتماعي جديد اليوم بده أربعة شهر طريقة الملفات لأنه فيه مليون ملف والوزير أبو فعور بحكم شغل والإدارة صاروا متابعين أنه وزير الداخلية أنه اليوم يأتي يأتي وزير الداخلية يبقى وزير سؤال الاجتماعي لن نكفر بضم فيه بضم فيه لأنه صعب الحكومة بضم فيه عم برجع أولى الرغبة عند حزب الله بأنه البلد يرجع يأخذ دوره وهو يستفيد يعني حزب الله إذا مش البلد مش الحكومة ساعتها هو بيستفيد بروح الحوار مرتاح حزب الله عم بقول أنا بدأ الحوار هنا عم بقوله أنه نحن مع الحوار أولا رئيس الحريري إلا بناءا أنه تلبية دعوة رئيس الجمهورية اليوم عم بقول أنه فيه رئيس جمهورية عم بيدعي الحوار مفترض أن نلب الدعوة هن ليه قطعوا الحوار قطعوا لأنه تفقوا بحزيران الماضي أعلان بعبدال لأخذ بعض دولة وكان فيه تأييد لأله من ثم حزب الله صارت واضحة أنه أرسل طيارة إذا ما الجدوى من العودة إلى هذه الطويلة عم بقوله أنا أنا اللي سألت أنه أولا رئيس جمهورية يعني بدأ بدأ إطار للنقاش للحوار طيب يكون عم بقول حزب الله أنه ما حدا عم يسمع أنه فيه ضرورة مخاطبة حزب الله أنه اليوم إذا قاعد نائب محمد رعد ويمكن كان قاعد قباله حدا من المستقبل حدا من المستقلين أنه صار فيه نقاش مباشر فيه رئيس جمهورية عم برعا جلس أنه فيه تواصل أفضل من القطيع إذا لاحظت بالعشيد انتخابات لألفان وتسعة أنه رئيس نايمان كان عامل طاولة حوار وعملها عشيل قبل شهر اعتبر أنه بتخلق مناخ إيجابة هذا كله بالشعر يعني بمعنى البلد ما يعيش بمناخ إيجابة الناس عم بتفل منه عم تتهجر عم تتأثل بعد التفجيرات وعم تعيني لأزمة اقتصادية إنما هالي ربما يكون حزب الله ها قدامه فرصة أنه يجي يقول أنا من باب طاولة الحوار أو هيئة الحوار بدي بلش أنه عقل الواقع لأنا فيه شوف إديش فينا أخرج وبأفضل استعداد للذهاب إلى هذه طاولة من دون أي شروط مسبقة على إسان السيد مصر الله لأنه حزب قال له مصنحة فيها اليوم بالحوار بالوضع نعم بيشوفه خذنا نحكي إنه الكلام كله يلي موجه إلى سلاح الحزب رئيس الجمهورية البعض ما شف فيه كلامه شي جديد ولكن البعض شف أنه فيه كلام تاريخي قيل بشكل مباشر للمرة الأولى بحق هذا السلاح حتى بيان المطارينة وبعدين لما رجع وضح البطرك الراعي أنه شو معنى السلاح الشرعي وغير الشرعي واستند إلى مواد بالدستور بهالإطار كيف سيترجم كل هذا الكلام الذي يقال بهذا الوضوح للمرة الأولى من قبل هذه الشخصيات في موضوع السلاح رئيس لما نحكي اللي بدي أحكيه طبيعي يعني عم يعطوه بعض كتير كلامه أنه رئيس جمهورية يعني تحميل رئيس جمهورية بعض الكلام بشكل أزر أكتر وضرر ويعتبروه كأنه إعطاء هالكلام بعض عم يفسر كأنه تأمر على حزب الله رئيس جمهورية مسؤول عن واقع يعني عم مسؤول عن بلد بواقع سيئ كتير عم بحاول يستدرك وتم يكفل إنهيار عم بقول مجأة طاولة حوار حزب الله أساء استعمال السلاح بموضوع المقاومة اللي هي كانت تشكل أنه يمكن ضمان نحو الخارج عمل ردد فعل وفتح على كل الاحتمالات عم بقول يجب ضبط هذا السلاح أنه طاولة حوار ممكن يتشكل واخرش لحزب الله إذا كان القرار الداخلي بمعنى قد يكون أنه نتيجة طاولة حوار أنا فينا أظهر من سوريا نتيجة تفاهم بطاولة حوار هذا إذا كان القرار إذا إيران قابلي أنا عم بحكي إذا كان لابد يعني أنا عم بحاول إدمج بين عوامل الإقليمية والقرارات السلاتيجية لإيران اللي حزب الله هو يعني على خط تنفيذها وتعاطفه مع النظام السوري ومن ثم أنه طاولة حوار اللي بتشكل مخرج إذا كان أراد حزب الله يقول أنه أنا تحت أي صيغة بدأتها من سوريا من هيك أنا أنا عم بقول أنه طاولة حوار مش تحتاجة تبحث إذا بده يجيبه مدير بشيء إدارة جديد هذه بتبحثها الحكومة من هنا نجب أن يكون الحكومة وحدة والحوار وحده البلد بحاجة نعمل الحوار فيه ونحكى فيه لأنه اليوم عم يحكي حزب الله من بعيد أنه عنده موقف عم يطلع كمان مستقبل يحكي من بعيد الأربطاش قدر من بعيد النائب من بلاط من بعيد أنا عمقول أنه مفترض يعدوا حض بعضهم هذا بالموضوع الشكلي ربما بشكل إطار للخروج من عدة أزمات بس هذا ما رح إذا ما فيه رغبة هو الرغبة الأساسية أنه موجودة بل تكون عند اتنين بده ترجم أربطاش قدر أنه عندها استعداد تتعطى مع حزب الله على قاعد أنه من التركيب اللبناني شرك أساسي بالوطن وتحضن على غير من عمل وقت اتفاق الرباعي وقت احتضان حزب الله على قاعد أنه إشعاره أنه له مكان ومن ثم رجع بغير الاتجاه وعلى قاعد أنه حزب الله كمان يقول أنا ما فين استمر بالنتيجة أنه عم حط الطيف بمواجهة وبدأت تبين يعني بأفريقيا بأوروبا أنه بلأت تصيب رجال لأعمال المنطقة في الشعية نتيجة موقف حزب الله هون حزب الله يقول أنه أنا بدي أرجع إيجئناهم أحكيوا بموضوع سلاحي هل أنه بعد في قلهم اليوم السلاح الموجود بالقصير وأبعد هو لحماية السلاح بسبعة أيار إهلا وعمل عملية عسكرية وبعدها لليوم انعكس السلبنة على حزب الله ودوره وصورته الإقليمية اليوم صار عمين حكى اليوم أن حزب الله صار ياخد على عاد القضية الفلسطينية من موقع الشيعي يعني كتير تقلص دوره بالرأي العام بالوجدان العرب الإسلامي اليوم إذا بد يجع طاولة حوار بد يكون عارف حزب الله أنه هذا مخرج إنقاذ وطبعا هؤلاء مصلحة فيها منشان إنقاذ البلد مش أنه هن حرسين على البلد أكتر من أي شخص آخر كلهم إلو مصلحة بالحوار من هون حزب الله إذا بده يرفضها بده يكون بالنتيجة عم يستمر يعني معناتها حزب الله أنه عنده رغبة بعدها من نهوض البلد أنه ضرب كل المؤسسات تفريغ البلد للرغبة اللي هو عنده يهي يوم ما ينقعد على الطاولة يقل أنتوا تأمرتوا علينا بدنا نعمل تركيبة جديدة بروح نظام جديد على المتالة بالإدارات بالمناصب بالنظام السياسي نعم ولكنه رحب بالحوار مثل ما قالنا وابدأ رحب لأنه إذا لاحظت حزب الله بعدة محطات اللي هو مصلحة بالحوار كمان أنت يأمن التواصل مع الأخير أنه منه بحالة عزل هذه هي نعم بالختم استحقاق رئيسة الجمهورية سي سيمو ماذا ينتظر هذه الرئاسة يعني مع مرور الوقت ومع سيطرة الفراغ على أكثر من من مؤسسة في لبنان هل يمكن أن ينسحب هذا الفراغ أيضا على مؤسسة رئيسة الجمهورية في أيار عام 2014 إذا بقيوا الفراغين كده واحد يعني ما في حد هلأني بالبلد دائما نحكى بعدد أسماء وتم يعني نحكى أنه بقولوا هؤلاء مطرحين لرئيسة الجمهورية وخاصة بس يكون مسكرة يعني بين القوى السياسية يمطرح دائما بعدد مرات حاكم مصرف لبنان قائد الجيش واللي هن بصير في اجتهاء بمدى بمدى الحاجة لتعديل الدستور أو لا بس إذا بديوصلوا 14 أدار حدا من صفوفهم ما بيقرر 8 أدار إذا بديوصل ما فيها يعني دائما فيها الأزمة اللي هي بتشبه 2008 تتكرر لدى خلت أنه يكون الرئيس ستنمين هو المرشح التوافئي بإجمع دولي وخارجي اليوم مش مبين حتى هيدا الوقت أنه في حدا شخص ممكن يشكل نقطة التلاقي بين اثنان ويحكى أنه العماد قهوجي قد يكون بس طبعا هيدا إلى يعني سوابق بموضوع تعديل الدستور وإدي في رغبة بعض دوليا بتعديل الدستور في كل جو التمديد يعني اليوم بس أنا عم شوف أنه البلد مبدأ أين رايع على فراغ لأنه حزب الله وهذا مش موعة اتهام من قبل هذا من باب أنه التعاطي بعدة ملفات يريد الفراغ يريد أخذ البلاد على مؤتمر تأسيسي يقلون نحن بدنا نعيد النظر بهذه التركيبة حزب الله ما عنده صريق وزن 1.5 تون ومدى 300 كيلومات تأتي مثلا يأخذ قائد الدرك أو قيادة الجيش بمعنى أو يأخذ فريق 14 قدر هذا السلاح بلحظة عنده بعض إقليم عنده بعض واجه إيران بس بده يقول أنه أنا بكون ساوم معي شو الضمانة الضمانة هي تعزيز الوضع بالدولة بالمتالة تلك منجزة النواب تلك منجزة الحكومة الوزراء السابقا عم يتمسك بده حق التوقع بالسلطة رايح على نصف النظام القائم على أساس أنه الطائف هو ما بشكل أنه الضمانة وكانوا راهن على العماد مش نعون هلأ العماد مش نعون بس كلمة والبطرك الراعي يعني فيه جو مسيحي مختلف متميز بهذا الواقع قد لا يسمح لحزب الله أنه أن يستمر أو يذهب نحو المؤتمر التأسيسي في حال أو أو أوصل البلد إلى فراخ أنا أشكر حضورك معنا اليوم السلسيون أبو فضل رئيس تحيي الموقع الكلمة أونلاين أهلا وسلام فيك من جديد أي طب مشهدين على متابعتكم برامج الحد ثوان عاد عليكم من جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة